من الآخر القرآن يبطل عملية الاجتهاد وبشكل واضح وصريح الاجتهاد بحسب سقيفة بني ساعدة قد يطلق على القياس وعندهم ضوابط للقياس الأحناف عندهم ضوابطهم الشوافع كذلك وكذا البقية وقد يطلق على الاستحسان وقد يطلق على الرأي في آخر المطاف الاجتهاد يتحرك في دائرة الظنون وليس في دائرة العلم هذا هو الذي يجري على أرض الواقع سؤال يطرح نفسه لماذا دين الله يؤخذ من الظنون فهل أن الله عاجز عن أن يوفر أسباب العلم للذين يريدون دينه لماذا في سقيفة بني ساعدة الدين يؤخذ من الظنون والأمر هو هو في سقيفة بني طوسي فإن الاجتهاد عند الطوسي يبنى على الأمارات وعلى الأصول العملية هذا هو الذي يعتمده الذي يقال عنه المجتهد وحينما يتحدثون عن حكم واقعي وظاهري فكل هذا في دائرة علم الأصول وليس في دائرة دين الله ليس هناك من مجتهد طوسي يدعي من أنه يستطيع أن يشخص الحكم بحسب الواقع المعصومي وإنما هم يشخصون الأحكام بحسب الواقع الذي اصطنعوه ضمن هذه المنظومة الشيطانية ما بين علم الرجال وعلم الكلام فعلم الكلام هو أساس علم الأصول علم أصول الفقه لا نستطيع أن نتصوره من دون أن يبنى على قواعد علم الكلام أول خطوة في علم أصول الفقه تبدأ من قواعد علم الكلام وسائر المجريات المجريات التي تعتمد نصوص السنة في القول وفي الفعل والتقرير تكون مبنية على ما ينتجه علم الرجال هذه منظومة مترابطة منظومة شيطانية واحدة علم الرجال علم الكلام علم أصول الفقه هذا هو الواقع الذي يتحرك فيه المجتهد وعملية الاجتهاد تجري هنا في هذا الواقع فينتج أحكاماً واقعية وأحكاماً ظاهرية ضمن هذه المنظومة وليس ضمن الواقع المعصومي ضمن واقع العلم المعصومي والتعليم المعصومي في آخر الأمر هذه ظنون بغض النظر أنها ظنون جعلها الشارع حجة بحسب ما يضحكون به على أنفسهم في الحقيقة فإن الشارع لم يجعل الظنون حجة هؤلاء المجتهدون الذين يؤسسون علم الأصول وكل مجتهد يؤسس علم أصول يخصه هذه هي الحقيقة التي تجري في الحوزة الطوسية كل مجتهد يفترض فيه وإلا فإنه ليس بمجتهد بحسب قواعد الحوزة الطوسية النجفية الكربلائية كل مجتهد لا بد أن يؤسس أصوله الخاصة به ووفقا لأصوله الخاصة به يبدأ عملية الاستنباط بغض النظر هل هذا يتحقق فعلا أو لا هذا هو المفترض فهو من عند نفسه يجعل الظنون حجة فإن الله ما جعل الظنون حجة قرآنه يصرح من أن الظنون لا يمكن أن تكون حجة ولا يمكن أن تكون مصدرا لدين الله في سورة يونس في الآية السادسة والثلاثين بعد البسملة وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا هذه قاعدة واضحة هؤلاء يكذبون على أنفسه يكذبون على أتباعه من أن الشارع جعل لبعض أنواع الظن حجية هم الذين جعلوا هذه الحجية لهذه الظنون هذا هو الله وهذا قرآنه إن الظن لا يغني من الحق شيئا الكلام واضح وحينما تحدث القرآن عن الظن عرفه بالألف واللام الألف واللام هنا هي ألف ولام الحقيقة إن الظن إن حقيقة هذا الظن لا يمكن أن تنفع أبدا إن الظن لا يغني من الحق شيئا الألف الألف واللام هنا ألف ولام الحقيقة فحقيقة الظن لا نفع فيها فكيف صار الظن حجة إن الظن لا يغني من الحق شيئا هذا في سورة يونس وفي سورة النجم في الآية الثالثة والعشرين بعد البسملة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم هذه العناوين والمصطلحات والقواعد التي جاءت فيما يسمى بعلم الرجال أو فيما يسمى بعلم الكلام أو فيما يسمى بعلم أصول الفقه هذا شيئا أنتم اخترعتموه مثلما اخترع الجاهليون اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى هكذا عبرت سورة النجم عن هذه العناوين إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس فالظن والهوى في أفق واحد في سياق واحد فكيف يكون الظن ويكون الهوى مصدرا لدين الله هل أن الله عاجز عن أن يضع لنا مصدرا حقيقيا لدينه لماذا السنة يلجأون إلى الظنون ولماذا الشيعة كذلك المجموعتان تأخذان الدين من الشيطان هذه بوابات الشيطان الظن والهوى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى الهدى وهو العلم الهدى هو الحق الهدى محمد وآل محمد مصدر العلم ومصدر الحقيقة النبي بيّن لنا ذلك إنه قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم حديث الثقلين عمودان يشد أحدهما الآخر ويفسر أحدهما الآخر ويعتمد أحدهما على الآخر لن يفترق ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا هذا هو العلم إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى فهناك الهدى هناك محمد وآل محمد هناك بيعة الغدير بمواثيقها وهناك الظن والهوى عملية الإجتهاد عملية ثابتة ونابتة في دائرة الظنون ودائرة الأهوى القرآن واضح من أن حقيقة هالظن لا يمكن أن تكون نافعة ولن تكون مصدرا من مصادر الدين فإذا كانت حقيقة الظن هكذا لا يوجد نوع من أنواع الظن يمكن أن نلبسه لباس الحجية هذه الظنون التي ألبسوها لباس الحجية عملية تحريف وتزييف إنها عملية صناعة دين مزيف هذه هي الحقيقة من الآخر القرآن واضح وواضح جدا لا يرجعنا إلا إلى العلم سورة البقرة وإلى الآية الثانية والثمانين بعد المئتين بعد البسملة إنها أطول آية في الكتاب آية كتابة الدين هذه هذه الآية تتحدث في شأن فتوائي فقهي في أحكام المعاملات والتجارات ماذا جاء في آخرها واتقوا الله ويعلمكم الله أحكامكم لابد أن تكون مبنية على علم من الله وليس على ظنون نحن نقترح من عند أنفسنا من أنها صارت حجة لأننا نحتاجها هذا عبث عبث هذه الآية الطويلة التي تبدأ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى آخر الآية فتاوى وأحكام في مقام المعاملات والتجارات لابد أن يكون الكلام مستندا إلى العلم وليس إلى الظنون واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم فإن كل شيء لابد أن نعود فيه إلى علم الله واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم في سورة الجمعة في الآية الثانية بعد البسملة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم النصوص يعلمهم قراءتها نصوص القرآن يتلو عليهم آياته ويزكيهم عملية التسكية هي هي التي تحدثت عنها سورة البقرة واتقوا الله ويعلمكم الله هناك مقارنة ما بين التقوى وما بين تعليم الله لنا واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يعلمهم قراءة النصوص لأن قراءة النصوص حينما تكون صحيحة عملية الفهم ستكون سهلة ستكون أسهل ويزكيهم وبعد التسكية ويعلمهم الكتاب والحكمة يعلمهم نصوص كلامه فنحن ما بين نص من القرآن وما بين نص من المعصوم في زمان النبي من النبي في زمان الأئمة من الأئمة فهذا الدور يقوم به الإمام المعصوم كل إمام في زمانه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين كانوا يعملون بالظنون مثلما مر علينا في سورة النجم فماذا قرأنا في سورة النجم إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم الحديث عن اللات والعزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهُمُ الْهُدَى هناك ضلال وهدى الهدى العلم والضلال الظنون والأهواء وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين كانوا يعملون بالظنون والأهواء لا مجال للعمل بالظنون القرآن أغلق هذه الأبواب القرآن يريد منا أن نحتكم إلى العلم وأن نأخذ العلم من مصادره الصحيحة القرآن واضح وواضح جدا في سورة المائدة في سورة المائدة في الآية الرابعة بعد البسملة من سورة المائدة يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وماذا بعد وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله هذه كلاب الصيد الكلاب السلوقية كلاب الصيد تعلموا بتعليم من الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله واتقوا الله هذه التقوى التسكير حتى حينما تتحدث الآيات عن تعليم الكلاب هذا الكلب السلوقي في التعبير الشعب العراقي نسميه شلب السلوقي هذا الشلب السلوقي على منهج الحاق بخلاف مراجع النجاح هذا أفضل منهم لأنه يعلم بتعليم من الله يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فهذه الكلاب لابد أن تعلم بعلم وليس بظن ولا يوجد هناك ظن يكون حجة هذا عبث شيطاني بدين الله عملية الاجتهاد التي يقوم بها مجتهد النجف الطوسيون مبنية على الظنون هم يضحكون على أنفسهم من أنها ظنون جعلها الشارع حجة في أي مكان جعلها حجة هذا القرآن وتلك أحاديث العترة القرآن واضح وأحاديث العترة واضحة من أن الظنون ليست مصدرا من مصادر الدين وليست أساسا من الأسس التي تعتمد في فهم الدين الكلاب لا يكون صيدها حلالا إلا أن يكون صيدها مستندا إلى علم فكيف تكون الفتاوى في الرسائل العملية مبنية على الظنون أي منطق هذا يسألونك ماذا أحل لهم تدبروا في هذه الآية تدبروا فيها يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله الكلاب السلوقية لن يكون صيدها حلالا إلا أن يكون مستندا إلى علم وهي كلاب فكيف تكون فتاوى مراجع النجف وكربلاء طيبة سليمة صحيحة وهي تستند إلى ظنون قواعد هذه الظنون جاءوا بها من سقيفة بني ساعدة مبارك عليهم ومبارك على الشيحة مبارك عليهم دينهم الذي يأخذونه من هؤلاء الطوسيين نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر